فوق الجرف العالي وهران مقابلة البحر والشمس الرباني يتبسم من شق الفجر البنيان جديد ولا بالي يتغنى بصوت الحجر العازف ماهر زهواني يعشق نغمة الوطن مرحبا بكم ت sucking نسأه رحبا بيكم واخر الحب شيء انا بالفعل مرحبا بيكم على الأرض الآن في diferente إن هنا ظرف على الأرض thrive all over مهدي وزكريا الله يبارك اليوم رمضان مهدي وزكريا اليوم تحوسوا معي في تاكسي المربوح رب يخليك راح تسيوا وترابونوا الأشياء اللي عندنا في تاكسي اشتربحوا مبلغ مالي قدرهو عشرين الف دينا ان شاء الله ان شاء الله غير كوزينة حاك شنو سات رمضان هذا ان شاء الله 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 محمد جبالي ودعو على بركة الله بالسؤال الأول ما هو الحيوان الذي لاب جيب يضع ابنه فيه مجاو ولا جاوان يا شكو لي جاو لا صغير وطوي جاو الخندر 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 السبعة محمد اتطرحوا السؤال ما هي عاصمة البحرية؟ ما هي عاصمة البحرية؟ مش منا جاوبنا ولا جاوبتها؟ كويت لا؟ لا منامه لا منامه لا عاصمة البحرية الكويت منامه منامه عربنا منامه قل هي لا منامه المنامه جاوب صحيح للعضو والله انا مش لكني راتي والله انا مش لكني يلا رحوا لسؤال تلك حيش ماذيك بوكا صبات الجي سيريو سؤال دهلس ايبا فيلم عربي مشهور كان تظهر فيه الممثل احمد حلمي بثلاث شخصيات مختلفة فما هو هذا الفيلم عدنا تقتراحات وفوزيشيان حمد حلمي يتمثل فيه فيلم وتتمسط شخصيات لعبت الوارض تتر تعلو فيه ماذا وشنوه هو لف ودوارات واحد لف الدوارة كده ريضا ولا اسف على الازعاج شوكلي لف ودوارات لف ودوارات كده ريضا ولا اسف على الازعاج مهدي قالك لف الدوارة وزكريا قالك لف الدوارة لف ودوارات انا قلت لف دوارة بيرانا في الرومبوان الجواب بتاعكم لف ودوارات اخر كلمة سيما للأسف الجواب خاطئ كيف تريفونه انت شو انا ما شفتوا انا ما شفتوا العنوان كان كان فيلم كيدا ريضا دوزيان وهذا قالم على الول دوزيان بروبوزيشيون وما قلت لف ودوارات قلت لك زوج هو قال الزاوج ما قلت لك زوج ما قلت لك زوج ما قلت لك سؤال الرابع عليت لتلاف دينار ايضا نجيبوه نطلعو لسبعمائة تلاف سؤال الرابع يقول سياسي ونشر جزائري اساسة وادارة صحيفتي سنجاق ولوكخي انديجان يعني صرخة سكان الاصليين صح وليكانوا يركزوا ايضا على مصالح المسلمين الجزائريين الاصليين خلال الحكم الاستعماري الفرنسي ولد عام 1894 في وهران في واحدة من اقدم العائلة البورج وازية من اصل تركي من هو؟ دينو جوكر تليفان ولنقاري كيم ما تحبونتم؟ عايتو في تليفون عايتو في تليفون يلا شكو نتكلم؟ آه يلاكور موسيقى 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 يشير انا دايمار جنيه يسوف سامعكم موسيقى الحمد لله انا نفوحات الحصة في تليفزيون انا نطوني اسئلة باي سكسكتان انا نتديركت اقل لك اه سياسي وناشر جزائري أساس صحيفتي سنجاق ولد هنا في وهران عام 1894 في وحدة من أقدم العائلة البرجوازية هنا في وهران هل تعرفت؟ ومن أصله من أصل تركي أساس الجوغنال ساعة قال لك محمد صديق بني حيا صحيح ما بغاش يضع لي سايبون خلاص ساعة قولي لنا ربحناه ما بربحناش كرا كروشي ما ننظر معك ساعة قروشي ما نعود عيد لك ساعة ساعة وش نديروا؟ ندوا التجواب بتاعه أو لا تعطينا حاجة أحد أخرى؟ لا عرفتش خواهي أنا ساعة قل محمد صديق بني حيا لا عرفتش خلينا اكش محمد صديق بني حيا نشاهد قال محمد صديق بني حيا وقال نبيل عرباوية نبيل عرباوية نبيل عرباوية اه جاوب نهاي محمد صديق بني حيا اخذنا العرباوية غدا هدي الخضر محمد صديق بني حيا محمد صديق بني حيا قال همهدي وقال هزكري ومحمد صديق بني حيا لقب تركي لا عاونتكم لا تركي ماذا نديروا؟ محمد صديق بني حيا ما كانش جاوب؟ لا كسمو؟ محمد صديق بني حيا بالأسف الجواب خاطئ بني حيا بني حيا الاجابة كانت بن عودة الحاج حسن باشا ترزي قدر بن عودة الحاج حسن باشا ترزي شوف هاد كلمة عربي جزيلي نشوفوني ايه ايه او جهنا الباشا ناو نعقل عليها انا براسك احنا جبنك باشتعوي واحدة من العيلات انا انا بقرأني اخويا انا انا في التاريخ والشغرافيا قرأنا للشهداء جوعنا ايه اه هذا المكان معليش اربعالاف دي ما بحوزنا حتى الان نروحوا لسؤال 5 ما هي الصورة التي تناولت احداث غزوة بدر ما هي الصورة التي تناولت احداث غزوة بدر هذا سؤال 5 عليها اربعالاف دينار كنجيبو صحيح نصبحو نطلعون 8000 دينار يلا انفال الانفال انفال هذا يتبع انا يتبع عندو الحق يتبع بابا واخوه معليش انا ماشر جواب نهائي نهائي روح للأسف تسرعتوا في الجواب لانه الجواب صحيح كان الانفالدفو الجواب صحيح ما شاء الله تمنعنا في دينار بحوزكم حتى الان تمنعنا في دينار بحوزكم حتى الان قرس من هي الكاتبة الروائي التي عرفت بكتابة الروايات البوليسية من هي الكتبة الروائية التي عرفت بكتابة الروايات البوليسية يا أدتا كريستي شارل ديكينس و لا وكتوريكو أدتا كريستي شارل ديكينس و لا وكتوريكو أدتا كريستي نعمل ما هي؟ هي ما تسميه جوكر؟ لا لا شارل راجل بي شارل ديكينس شارل ديكينس ها تشتعف؟ نعمل ما هي الكاتي بالرواية التي عرفت بكتابة الرواية البوليسية الجاوب بتاعكم أدتا كريستي دنيمو لا ما استعملوا جوكر؟ بلاف تكتشو ركب زافة متأكد ده أبعين باللي هي اسمه مرة أدتا كريستي أدتا كريستي ينجي ميكو مراجل أدتا كريستي ما قلناش كريستي نقول يا كريستي نعم 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 تبعين تدعو 14000 دينار نقول نعم 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 دعم روح سهل سهل بزاف باينة ما قليل كان صعوبة نعم ماذا بزيعوش بزاف يا الله ديروا راببا وليلو محبشوا هوا في المكان ووصلوا لكم المبلغ داكر ايما تظن امنا أحياء دورنا انتم قادرنا بكم تحويسة فيوهران وربحتوا معا مبلغ 14 الف ديما 1400 000 إن شاء الله هل أقول لكم شكر هادي غادي ندروها إن شاء الله سادقال جمعية نعم يحصل على المطارنة في هذه المنطقة 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 هناك يساعد المنطقة لديهم يساعدون المنطقة المنطقة يبقى إن شاء الله تكون صادقة مقبولة إن شاء الله تكون صادقة مقبولة إن شاء الله يا رب هذا عهد أتك صحة يا محمد باري كله فيك صفي بليزير كنت معنا في تاكسي مربوح يالله هم ساريتي اللي هنا يا فلنو بوجيني لسيركوراسيان طوال البيس ونسلمو لك مبلغ 14FDMAR اللي رح يروح لفائدة مرضى الأطفال مرضى السرطان في المستشفى الحاسي حق باياك نعم كنت قلت لك اللي أولا تسهل ألي هل يالك هستي ها كنت قلت لك اللي أولا أنا كينا بالي بني أرد رايح يلتمني هل سهلتك بسم الله يعني واحدة ها وش بقى علي ها وش عمدير هنا ها وش بقى علي ها وش عمدير هنا نعم نعم هادوش بقى علي ها وش بقى علي تماما بديعونا فادك بنارشة هادك بتاع الترك خبي خبيني حب يلا تفضلوا معايا وكليما امام الكاميرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهار تيفي اشتركوا في القناة شكرا جزيلا شكرا جزيلا المبلغ هذا؟ المبلغ الربحته سيذهب الجمعية الاطفال المبلغ سوف نعاونهم ونعاونهم معهم ونقفوا معهم والديهم في هذا الشهر رمضان فطروهم هدي هي بارك الله فيكم شكرا صحاف طوركم كل عام تما بخير وتحيل جزيلا وما ما كلاي في الكوزينة طيف البورة كزيلا تحيا اما ما ملوش ايا صحاف طوركم وصاعدكم ما ما زل عيب عزمة ومسبقا اكفام هدي هي واشو بيقولكم صحاف طوركم صحاف طوركم ما عليش صحاف طوركم ما شاء الله ثقافتهم لعما كانت لبس بها عاولناهم شوية وعاولناهم متاني شوية قدروا يربحوا مبلغ 14 ألف دينار لفائدة خيرية رح يروح بحول الله قلكم صحاف طوركم وتهلوا شكرا اشتركوا في القناة